السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الثوت واضح. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن وحنتكلم عن طبعا في البداية اتوجه لاكاديمية هبتا ودكتور محمد الشيخ على استضافتهم اللقاء. انا بلال احمد عبدو. انا حاصل على اه سبي اتشي كيو. وحاصل على اه هيلس كير كواليتي اكسلنس دبلوما من الايو سي. وصيرتفايد بروفينشنال ان بايو ريسك مانيجمنت من الانترناشنال فدريشن بايو سيفتي اسوسيشن. ويعني حاليا اه في اه بادرس في الانب ايو. الميتيم اجندا النهاردة ان شاء الله احنا حنتكلم يعني حندقها من فوق. هنعرف يعني ايه. المصطلح اللي احنا يعني بنسمع عنه كتير ايه يعني climate change. هنعرف آآ الامباكت آآ الخاص بالهيلس كير اندستري على climate change. وهنعرف الامباكت الكلامت تشينج هل ايه امباكت على آآ الهيلس كير او اتكم اصلا لما بيخسر مشكلة في الكلامت تشينج. وهنعرف يعني مصطلح ريزيلينت هيلس كير سيستم هنعرف يعني ريزيلينت استراتيجز فور هيلس كير سيستمز هنبدأ بقى كده نخش على الموضوعة المتعلقة بالجرين زي الجلوبال جرين اند هيلسي هزبتالز جي جي اتش اتش اجندة. اللي اسمعنا عنها الفترة اللي فاتت. هنعرف آآ المعايير الخاصة بجهار جرين اكسران سيرتيفكيت. هنعرف المعايير التميز في آآ المستشفيات الخضراء المستدامة. برضو يعني هنمر بسرعة على شهادة آآ ساستينب والهيلس كير سيرتيفكيشن هي شهادة من آآ جي سي اوي. هنعرفها برضو. وحنتكلم عن الكاربون فوت برينت يعني كاربون فوت برينت وبسرعة ازاية حسب. وحنضرب مثالين على كيس ستاديز يعني خصص النجاح. يعني هي قدرت نهاية تكون مستشفيات خضراء. طيب. الكلامت تشين. ايه الكلامت تشين. ده مصطلح وانه بدأ يظهر هو الفكرة بتاعته ان هي بتريفير تو لونك تيرم شيفت ان تيمبريتشر اند ويذرز. هو بيحصل عندنا تغير في آآ درجات الحرارة وتغير في الطقس. زمان الكلام ده كان ممكن مقبول كان بيبقى الـ تشين ده كان بي ناتشرال كان من الممكن نهو يكون حاجة طبيعية عن طريق حركة ودوران الشمس. لكن مع عدات القرن 19 الـ human activities النشاطات البشرية اللي بدأت تظهر بسبب المصانع الكتير. بسبب الحروب. بسبب حرق الوقود الاحفوري والغاز والزيوت وكل الكلام ده. والطفرة الصناعية اللي حصلت مع عدات القرن 19 بدأ يحصل عندنا يبقى عندنا climate chain تغير في المناخ. بس مش سبب الشمس. مش سبب حركة دوران الشمس. لا. ده سبب ومشكلة في نحن من الـ human activities اللي بتحصل على الارض. طيب. إيه اللي بيحصل؟ بيحصل عندي ان بيحصل عندي احتراق للوقود الاحفوري. اللي هو زي البنزين مثلا. زي الغازات المختلفة. بيحصل عندنا احتراق وعملات احتراق ونشاط. فبناء عليه بتطلع عندنا حاجة اسمها green house gas emissions. بتحصل انبعاثات كربونية. الانبعاثات الكربونية دي بتغطي الغلاف الجوي. بترفع من ضرية حرارة الارض. طيب. إيه اللي بيحصل لما ترتفع ضرية حرارة بطن الارض. وبسبب هذه التغيرات المناخية. بيانتل عنه زي ما احنا شاهدين في الصور مثلا. من تحت مثلا الحرائق اللي كانت في غادات امريكا. بيحصل عندنا آآ فيضانات زي ما وسيول زي ما حصل في آآ السودان. بيحصل عندنا تصحر وجفاف زي ما بنشوفه في بعض البلاد الافريقية. فبناء عليه بيحصل عندنا تغيرات مناخية. ممكن يعني زي مثلا ان الجليد بيذوب ان نسبة التصحر تزيد السيول والفيضانات وحرائق الغابات. كل الكلام ده ناتد من تغيرات المناخية. يعني السلايد ده لطيف بيتكلم عن التغيرات المناخية اللي ممكن تحصل في آآ عشرين خمسين. يعني هو مثلا هنا بيقولك ان في عشرين خمسين هيبقى في اتنين بليون بيبل متأثرين. متأثرين بسبب التغيرات المناخية حتحصل تغيرات في حياتهم ما بين فقد للغزاء وتغيرات مختلفة. برضو مثلا تلك السكان العالم اللي بيعيشوا على المدن الساحلية او الشواطئ والكلام ده برضو هيحصل لهم تغير لان حيخش ميت كيلو من الساحل ميت البحر كده حتضغى على الشواطئ بمساحة ميت كيلو متر مربع حتدخل على الشواطئ. طبعا هنا الصورة بتبين التغيرات واصعب الاماكن اللي حيكون فيها تغيرات منها مثلا في البلاد القطبية حيزوب الجليد مياه البحار ومياه المحيطات حتضغى ايضا هيحصل عندنا تصحر هيحصل عندنا فقد في الانتاج هيحصل عندنا فقد في الغزاء هيحصل عندنا تنوع بيولوجي سيء ان بعض الحيونات ستفقد اصلا مش هتكون موجودة. فبناءا عليه برضو هنا لو شفنا في السلايد ده احنا هنا بيتكلم عن اكبر دول متسببة في يعني طبعا اول حاجة طبعا معروفة عندنا الصين بس الصين يعني بتتظلم لان الصين عدد تعداد السكان بتاعها كبير جدا فاحنا لما نقول عندها 11 مليون طن من الامبعاثات الكربونية ده مش رغم كبير مقابل عدد السكان بتاعهم. طبعا يأتي في الرقم في المرحلة التانية عندنا الولايات المتحدة عندنا آآ رقم تلاتة طبعا الهند بس يعني بيكون عامل كبير في ارتفاع نسبة الامبعاثات الكربونية في البلاد دي برضو السكان وبرضو لانها بلاد منتجة وعندها كثرة من الانتاج فتحصل عندنا المشكلة دي. طيب. يا طرى الهيل سكير اندستري. ليه تأثير برضو يعني احنا شغالين نقول الدول والانتاج والمصانع والتغيرات. يا طرى الهيل سكير اندستري. تفضل دكتور محمد كان في حد رفع يدو طيب نستك طيب يا طرق الهيلس كير اندسري برضو ليه تأثير على الكلامات جينج طبعا بالتأكيد الهيلس كير اندسري مثلا على سبيل المثال الـ NHS في انجلترا عندهم 18 مليون انبعاثات كربونية بتحصل كل سنة 25% من 18 مليون سببها القطاع الصحي 25% من الانبعاثات الكربونية اللي طلعت من سببها القطاع الصحي عندهم في البرازيل مثلا 10% من استهلاك الكهرباء بيروح في القطاع الطبي ببنان عليه ان في انبعاثات كربونية كبيرة بتطلع من استهلاك الكهرباء برضو عندنا في صين 10 بليون دولار كل سنة بيستخدموها في الكونستراكشن في الانشاءات والعملات الانشائية طب ما هو العمليات الانشائية دي بانتج عليها استخدام آلات واستخدام معدات وحرق الكثير من الوقود الاحفوري فبيحصل انبعاثات كربونية اكبر قطاع مستهلك في الكارسينوجينيك كيميكالز المواد الكيميائية المسرطنة طبعا هو القطاع الصحي في امريكا طبعا هنا السؤال بتاعه هل يا ترى لو حصل عندنا هل هو هيأثر على بالتأكيد احنا اي امكان نعل اللي هيحصل عندنا اذا كان فيضان اذا كان سيل اذا كان زلازل اذا كان براكين اذا كان تصحر اذا كان فيضانات اي شيء هيحصل عندنا هيأثر على حاجتين هيأثر على الديمجريفكال داتا والديمجريفكال داتا والجندر والإيكواليتي كل الكلام ده هيتأثر وكمان الكسبوجر حيترتب برضو على القطاع الطب نفسه وعلى المنشآت والفاسيليتات داعتنا برضو هتتأثر في البيبل والكومنيكيشن والهيلس وورك فورس والانفراستراكشور والانيرجي سيستيم والووتر سيستيم والفوت سيستيم كل الكلام ده هيتأثر بسبب طب بوناينا عليه هترتب عليه ايه هترتب عندي ان هيحصل عندي مشكلة في الهيلس كير اوتكم هيزيد عندي الموربيدات والمورتالية هيزيد عندي هيزيد عندي الهيتريليتين إلنس الريسبيراتور إلنس هيزيد عندي مثلا المنتل والفسيولوجيكال هيلس الان كوميونيكابل ديزيزيز هيزيد عندي الامراض المتطنة والامراض المعدية كل الكلام ده هيزيد عندي بسبب التغيرات المناخية بسبب الفقر اللي هيحصل بسبب المجاعات بسبب قلة الرعاية الصحية اللي هتكون موجودة طيب حبيبي يا ربنا يبرك فيك يا رب ويكتر منك أنا كنت تدخل بس عشان أشكرك جدا والله على استجابتك لدعوتنا إنك تشاركنا بمحاضرتك الجميلة دي في هبتة بشكرك جدا والله يا دكتر بلال ويعني يا ربنا يجعل المحاضرة الجميلة دي في ميزان حسنة حضرائك وبشرفنا ومنوارنا جدا يا حبيبي والله ألف ألف شكر ربنا يبرك في حضرائك دكتر محمد أنا والله سعيد جدا أن أنا ألق المحاضرة دي على أكاديمية هبتة شرف لنا حبيبي شرف لنا شكرا لحضرائك جدا طيب إحنا عندنا بالوقتي خلاص إحنا فهمنا النظام العالمي وفهمنا يعنيه كليميت تشينج بيحصل ليه فهمنا برضو القطاع الصحي هل يدور إنه أصلا بيؤثر في الكليميت تشينج طبعا هو اللي يدور هو سبب من الأسباب طيب يا ترى إحنا كخطاع صحي مطلوب منينا إيه؟ مطلوب منينا حاكتين مطلوب منينا إن إحنا يكون عندنا ومطلوب منينا إن إحنا نكون يعني نتكيف ونتعايش مع المتغيرات اللي بتحصل عندنا وحوالينا بسبب يكون عندنا لما يحصل عندي كليميت تشينج يكون عندي رابد ريكوفر من أي بيحصل عندي زي مثلا أو المختلفة يعني على سبيل المثال إحنا لما شفنا الكورونا واللي حصل فيها ده طب إيه اللي حصل فيه؟ كل قطاعات الدولة مثلا في كل العالم مش بس مصر بدأت تتعاون مع بعضها وعملنا إنتجريشن ما بيننا وصار عندنا يعني نجد مثلا شركات السياحة مثلا والأتوبيسات بتاعتها مثلا كان بتاخد المرضى المصابين نزل الشباب والفنادق كانت خلاص بتتعمل إقامة ليه المرضى المصابين حتى المصانع اللي ما كانش في خطوطها هانتاج مثلا زي الكمامات بدأت تصنع كمامات بدأت المصانع البترول بدأت تصنع ألكوهول عشان التعقيم وهكذا فإحنا عندنا إنتجريشن سيستم عندنا ريزيليون سيكير سيستم المقصود بإن إحنا نعرف نتعايش ويكون عندنا بيزنس كونتينيتي وإن إحنا يكون عندنا رابط كوفر من أي ديستربيوشن بيحصل بسبب الكلايمت التشينج طيب عندنا حاجة اسمها ريزيليونس استراتيجي فور هلسيكير سيستم أول حاجة عندنا لابد إن إحنا نرعيها في الهلسيكير سيستم عندنا في منشآتنا إن إحنا يكون عندنا أدابتيشن ميجرس فور انفراستراكشن لابد إن إحنا أي انفراستراكشن جديدة بنعملها أي كونتراكشن في المستشفى لابد إن إحنا يكون عندنا براكتز ل متعلقة بالكلام تشينج تكون ريزيليونس تكون يعني بنسميها معايير المستشفى معايير الإنشاءات الخضراء معايير الإنشاءات المستشفى الخضراء بيكون عندنا لابد إن المستشفى عندنا بيكون لها ضوابط في الإنشاء الانفراستراكشن بتاعتها فين محطات الضغط فين المولدات التوزيع بتاع الأحمال في المستشفى التهوية اللي هي نظام معين نحاول نحن الإنشاءات بتاعتنا تكون مبنية مثلا يكون فيها تسمح بالإضاءة الطبيعية اللي هي خاصة بالشمس وهكذا إن أنا يكون عندي سطح مثلا ينفع أن أنا أستخدم عليه خلايا طاقة شمسية وهكذا إن أنا يكون عندي مسطحات خضراء لبقى أنا أي بعملها أي إنشاءات حديثة بعملها في المنشاعة بتاعتي لابد أن أنا أراعي من دلوقتي أن أنا أصممها تكون مترافقة مع تصميم البنات الخضراء طيب تاني حاجة لابد أن أنا يكون عندي امرجنسي بلان لو تفتكروا لو أكيد في زمائلنا اشتغلوا فيه معايير الاعتماد عندنا التسسر بلان في شابتر الفاسيليتي عندنا ستندر كامل بيتكلم عن التسسر بلان لابد أن إحنا نرعيه لابد أن إحنا نسعى في تطبيقه إن أنا يكون عندي ريسك أسيسمنت لأي أخطار متعلقة بالبيئة طبعا إحنا عارفين إن إحنا عندنا أو عندنا حاجة بتمي في المنشاعة إنه ممكن يقوم مثلاً لقدر الله حريق في المنشاعة عندي فده بنسميه إنترنال وعندي الإكسترنال لأ ده بسبب الظروف المحيطة بي أنا مثلا قاعد في المنطقة الصحراوية طب المنطقة الصحراوية دي معرضة إنه يحصل فيها فيضانات أو مش فيضانات ممكن يحصل فيها سيول من الجبال في المنطقة الصحراوية أنا والله قاعد في مدينة ساحلية والمنطقة عندي متعرضة إن الميا بتحصل عندي فيضانات وهكذا فأنا لابد إن أنا أكون عندي أنا دارس المخاطر المحيطة بي وعمل ريسك أسيسمنت كده محترم وعمل اللي أنا حستخدمها لابد إن أنا يكون عندي يعني المعيار زي ما المعيار بتاع جهار فيه تزسر بلان طالب من إحنا نطبقه لابد إن إحنا نسعف طبليه إن اللي لازم يكون عندي دريلز برضو إن أنا أكون على أقل أتليست أنيو إن أنا أكون بعمل دريل بجرب بعمل فيها محاكاة لأي دزسر أنا مخطقت طبعا تالت حاجة برضو في الريزيليانس الستراتيجي اللي يكون معنا لابد إن يكون فيه علاقات ما بيننا وما بين الخاص بينا لابد إن يكون فيه تعاون ما بيننا وبين الجامعيات الأهلية مثلا ليه؟ لإن إحنا في نهاية هنتعاون فيما بيننا لو حصل عندنا أي دزسر أنا هستغل المرافق بتاعتهم أنا هستغل العربيات بتاعتهم أنا هاخد منهم تبرعات أنا هيجمعولي برضو تبرعات هيخزنولي منتجات أو أدوات لو أنا حصل عندي مشكلة في التخزين في المستشفى لابد إن يكون عندي تعاون ما بين وما بين طبعا ربما حاجة والأخيرة برضو إن إحنا يكون عندنا اللي هو إحنا شوفناها بالتأكيد في التليميديسن وإحنا يمكن حتى في قراءات كتير برضو في الموضوع ده التليميديسن دلوقتي خلاص الدنيا بتطور الدنيا بتطلع قدام إذا ما كان عندنا هاسلز من موضوع التليميديسن لا إحنا خايفين من التليميديسن إحنا خايفين من التليميديسن لا إحنا مش هنشوف المريد مش هنعرف مش أخاصه لا في الكورونا أثبت كفاءته سواء التليميديسن ده إذا كان تيريفون إذا كان ميت نزوم مثلا مع المريد لابد إن إحنا نستعين بالتليميديسن في كخطوة استراتيجية لما يحصل عندنا دزاستر طيب خلاص أنا دلوقتي اتكلمت عن الريزيلينس السيكير سيسم لابد إن أنا أكون يعني عامل استعداداتي لما يكون أي كلايمت تشينج يحصل عندي أي دزاستر أي مشكلة تحصل طيب دي الخطوة الخطوة التانية طب ما إحنا قلنا إن إحنا بنأثر على البيئة إحنا سبب من أسباب المشكلة إحنا سبب من أسباب تغير المناخ فبناءا عليه لابد إن أنا أقلل من إمبعثات الكربونية لابد إن أنا أكون عضو فعال ومساهم في العالم كله إن أنا أقل من أي إمبعثات كربونية وإن أنا أحافظ على البيئة فحنتكلم عن الجرين هسبتل طبعا يعني بما إني من شفا الأرمان وإحنا شفا الأرمان يعني الحمد لله زي ما إنتوا شايفين كده في النص شهادة التمييز بالسرتيفيكات وفي إكسلنس إحنا شفا الأرمان نعتبر حتى الآن يعني المستشفى الأولى والوحيدة المعتبدة من هيئة العامة لإعتماد والرقابة الصحية في معايير التمييز للمستشفيات المستدامة الخضراء وكذلك إحنا عضو في الجي جي اتش اتش الجلوبال جرين اند هيلسي هسبتلز والله الحمد يعني إحنا من حوالي أقل من شهر برضو خدنا الجيزة الجيزة القيادة الكليميت جيدرشيب الجول السرتيفيكات الجول كهدفية أو كمنحة من منظمة هيلسي كيل وزاوت هارب عن دورنا كليدرشيب في الكليميت تشينج ودور مستشفى شيفة الأرمان اللي قدر تحققه في الكليميت تشينج طيب يعني إيه جرين هسبتل جرين هسبتل خلاصاً نحن بنكون إيكو فريندي لهسبتلز إحنا ناس عندنا صداقة مع البيئة إحنا بننتقل من معالجة المرضى إحنا خلاص مش هنعالج المرضى خلاص إحنا هنعالج البيئة إحنا بننتقل من علاج المرضى إلى علاج البيئة وعلاج الأصحاء إننا ماكونش عامل من عوامل الهدم في البيئة إحنا بنركز على تقليل إمبعاثاتنا الكربونية إحنا نكون مستشفى خضراء بنركز عن إحنا نكون مستشفى مستدام وحنعرف يعني إيه مستشفى مستدام طيب بسرعة كده إيه هي طبعا يعني إحنا واخدينها وفي مصر إلى الآن مستشفى شرم الشيخ الدولي برضو هم أعضاء في الجي جي إتش الجي جي إتش دي عبارة عن أجندة إحنا قدي الأجندة بتاعتهم عبارة عن عشرة هم نحطينها كده حاجة استرشا دي أجندة عالمية إنشياتف عالمية هم نوضعوها كل المطلوب إن إحنا بنقول لهم إن إحنا ناس هيكون عندنا كمتمت أتليست في اتنين من الكاتيجرز المختلفة عندهم من عشرة كاتيجرز دي وبنرسلهم بنقول لهم والله إحنا حققنا إيه وإحنا حنعمل إيه وبعد سنة بيتابعون عملتوا إيه والكلام ده كله لكن هو طبعا مفيش عليك مفيش أي زي مثلا شهادة جهار مفيش الكلام ده خالص لا هو أنت بترسلهم والله بتقول لهم أنا حبقى كويس يلا خد الشهادة هي بس يعني أنت جلس أنت بتقول أن أنت كمت هي كحاجة تحفيز طبعا هي على فكرة يعني ما تختلفش كتير عن المعايير بتاع الدهار اللي حنجيلها إن شاء الله هي بتتكلم عن أن أنت يكون عندك يكون الأولوية عندهم أن هم يحافظوا على البيئة يكون عندك بلان يكون عندك بلان الانيرجي يكون عندك بلان الووتر ازاي تقدر أنت تقلل الترانسوبرتيشن ازاي تقدر تقلل من الامبعثات الكربونية المترتبة من السيارات بتاعت الموظفين عندك في المنشأة الفود سيفتي ازاي يكون عندك فود مستدام وازاي تستغل الفود بطريقة سليمة فضلات بقاية طعام الشغل بتاع الصيدلية والأدوية برضو يعني شغل التخدير بيطلع منهم باعثات كربونية فازاي حندير الموضوع ده البلدنج نفسه زي ما قلنا في البداية ان انت يكون عندك الانشاءات الخاصة بالمستشفى نفسها يعني زي ما قلنا انت مثلا بتعتمد على تهوية طبيعية يعني خلاص عشان مستخدمش التكييف بطريقة معينة يعني هما اللي هم في مهندسين متخصصين في التصاميم والانشاءات الهندسية الخضراء كذلك برضو مثلا الاضاءة نفسها ان انا في النهار اعتمد على الاضاءة طبيعية فكل الكلام ده واخيرا شغل المشتري ان انت تشتري معيدات تكون سبيقة للبيئة بتستهلك اقل حد من الطاقة تستهلك اقل حد من الماء ده بالنسبة للجي جي اتش اتش زي ما قلنا انت بترسلهم والله بيقولهم انا راجل حابق جرين وعايز استفيد منكم طيب تاني حاجة عندنا لها جهار بقى احنا ناس في مصر فاحنا عندنا جهار الجرين اكسلنت سرتيفيكات الشهادة دي ظهرت في عشرين اتنين وعشرين في خمسة عشرين اتنين وعشرين وكان اطلقتها جهار يعني تماشيا مع مؤتمر شرم الشيخ للمناخ كان وقتها خلاص داخل علينا مؤتمر شرم الشيخ فكان لازم يكون لنا دور برضو كمصر ونعرضو ان احنا حطينا معيب خضراء نحن نساهم في وطبعا لما جهار وضعيتها طبعا كان حصل تعاون ما بين WTO في مصر وحصل تعاون مع الوزارات المعنية زي وزارة البيئة مثلا وزارة الطاقة وزارة المايوشور كل الوزارات المعنية المختلفة اللي هي لها علاقة في تم التواصل معاهم ووضعوا المعايير دي مع بعض طيب انا عشان اخد الشهادة دي اما قدام قرار من ثلاث قرارات زي ما احنا متعودين كانوا بنقرأ في الكتب بتاعة جهار ازا كان معايير التسجيل او اللي حاليا اسمها الاعتماد المبداي او معايير الاعتماد عندنا القرار الاول القرار التاني القرار التالت قرار الرابع احنا هنا في الكتاب دا عندنا ثلاث قرارات القرار الاول ان انت لو جايب تسعين في المية واكتر بتاخد حاجة اسمها الجولد سرتيفيكات لو انت جايب ما بين سبعين وتسعين في المية بتاخد سيلفر سرتيفيكات. والله جبت اقل من السبعين. على عكس في الكتب التانية لا انت خلاص انت كده بتبقى صارت مش هتاخد الشهادة. على عكس مسا احنا بنجيب من ستين لسبعين. لا بناخد القرار التالت في معايير الاعتماد المبدأة او معايير الاعتماد النهائي. فده بالنسبة لموضوع يعني مراحل الشهادة. طيب. انا عشان اخد الشهادة. اولا فيه اشتراطات اساسية. لا مفر ان انت تحققها. ومش هينفع تخش اول حاجة عندنا ان انت يكون عندك شهادة اعتماد سريع من الهاية العامة الاعتماد والرقابة الصحية. شهادة اعتماد. يعني انت راجل دخلت بمعايير الاعتماد كاملة. مش معايير الاعتماد المبدأة او التسجيل سابقة. هل يا ترى جهار ممكن يدرسوا الموضوع ده عشان يشجعوا الناس يقولوا اللي واخد تسجيل ممكن يمشي في الموضوع ده. ممكن. مش عارفين الزمن اللي جاي فيه. لكن الى الان مقطوب ان انت تكون واخد الاعتماد الكامل. طبعا بيطلب منك الترخيص المنشأة وطبعا انت الترخيص المنشأة كده كده بتكون غبطتها في معايير الاعتماد. انت من البداية مش هتعرف تخش الاعتماد من غير اصلا ما يكون عندك الترخيص دي زي اه ترخيص تدول النفايات الطبية الخطرة. الاجهزة الاشعة المؤينة الليزر وهكذا. كل الترخيص دي اصلا شرط اساسي عشان تخش على الاعتماد او حتى تخش على الاعتماد المبدأي اللي هو التسجيل. كمان طبعا هو قسمها طبعا منشآت حكومية ومنشآت خاصة لكن فينها الترخيص دي زي ما قلنا انت ما تعرفش تخش الاعتماد من غير ما يكون معاك الترخيص دي. اخيرا طبعا انت تكون متطابق مع شروط واحكام الاعتماد في الاي بي سي الاي بي سي ده بتبقى في معايير الاعتماد. بتبقى اول شابطر في معايير الاعتماد. ليه تتكلم ان انت مثلا تسجل اعضاء المهنة الطبية عندك ان ان انت يكون عندك ريسبكت واحترام للسيرفيروس لما يقولك تتعامل معاهم بشفافية تتعامل تديهم كل المعلومات اللي هم انعايزين يعرفوها تحترمهم وهكذا يعني كلام مفوش حاجة اصلا كلام بسيط يعني. كده كده انت بكون اصلا عشان تخش اعتماد لازم بيكون اصلا مطبق الاي بي سي. طيب المعايير. المعايير انا حد حضراتكم كوفر فيو بسرعة كده من السلايد ده. اول ستندر عندنا جي اتش ايف يعني جرين هيلسي القيادة الفعالة طبعا هو النسخة بتاعت الكتاب من ازيتش اللي نسخة بس عربي منه مفيش نسخة انجليزي. القيادة الفعالة ده بيتكلم ان انت يكون عندك leadership commitment من المنشأة نفسها ان القيادة بتاعتك تكون متبنية فعلا مش انا عايز اخد ورقة او عايز اخد التريند متبنية فعلا قيادة فعالة ان هما يبقوا مستشفى خضراء مستدامة الخطط الاستراتيجية والخطط التشغيرية عندك في المنشأة بتنعكس فعلا على التحول للاخضر يعني احنا طبعا حافظين المعايير بتاع الجهار عموما بيبقى intent وبيبقى جهار survey process وبيبقى في evidence of compliance فنفس الفكرة في الكتاب يكون متقسم بالطريقة دي intent والجهار survey process والevidence of compliance descoring عليه فكل standard من دول EOC برضو انت لازم تطبقه على يعني بيبقى بين 4-5 EOC فانت زي ما قلنا القيادة الفعالة عندك لابد ان يكون عندك خطة استراتيجية وخطة تشغيلية طب هتقول لي انا دخلت الاعتماد اصلا وانا كنت عامل خطة استراتيجية وخطة تشغيلية ولا التمام زي الفول هتعمل editing عليها وتضع في الخطة للسراتيجية والخطة التشغيلية عندك ما ينعكس عليه من انت راجل نوي تبقى مستشفى خضراء يعني على سبيل المثال تقول مثلا ان انا نوي اشتري مفرمة هتحطها في الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية عندك هتقول والله ان انا نوي ازرع سطح المستشفى انا نوي اركب خلاقة شمسية كل الكلام ده لازم يسمع في الخطة الاستراتيجية والخطة التشغيلية طيب تاني standard عندنا بيتكلم عن ان يكون عندك لجنة الاصحاح البيئة والاستدامة هتقول لي ما احنا دخلنا في الاعتماد بلجنة السلامة اقولك لا هو من هنا طلبين لجنة الاصحاح البيئي والاستدامة دي لجنة منفاصلة عن لجنة السلامة والصحة المهنية اللي انت بتشكلها لجنة الافيس بتاعت الفاسيلي واو الافي ام اس بتاعت الجسي اي لا هو عايز لجنة متخصصة في الاصحاح البيئي والاستدامة وبرضو بتبقى بتبقى لجنة متعددة تخصصات مالتي دس بلانيتين يعني بتبقى متعددة التخصصات بس اللجنة بيبقى من مهابة هنية مثلا تشوف القياسات البيئية. قياسات جودة الهواء. احنا لما دخلنا الاعتماد في شابتر الفاسيليتي كان بيتطلب مننا ان احنا يكون عندنا قياسات بيئية. احنا نفس الفكرة برضو في لجنة صحاح البيئة بيبقى مطلوب من ان يكون عندنا قياسات بيئية لجودة الهواء للغازات المتطيرة لكل الكلام ده. كمان اللجنة دي بيكون من مهامها متابعة البصمة الكربونية. احنا عندنا المعايير بتشترط ان انت بتقيس البصمة الكربونية برضو سنويا بشكل سنة واحنا هنعرف البصمة الكربونية ازاي بتتقاس. يعني هديكم فكرة عنها بسرعة. فانت برضو اللجنة من مهامها نية بتتابع إياس البصمة الكربونية. طيب. من اللجنة من مهامها نية بتتابع الخطط التصريحية لو انا عندي يعني البصمة الكربونية عالية في ارية معينة او في فيلد معين انا ههض يعني اجراءاتها صحية واكشن بلاينا عشان اقل البصمة الكربونية. واحنا طبعا حافظين احنا ناس دخلنا اعتماد حافظين ان احنا اي لجنة بيطلب مننا تلات حاجات فيها. بيطلب مننا المهام بتاعتها والمهام تم كتابتها داخل الانستاندر بنوجودة وانت حتزود عليها طبعا شغل وبيطم بقى مطلوب قرار تشكيل اي لجنة بيطلب فيها الحاجتين دول. ايه التالتة؟ بيطلب محاضر. بيطلب عندنا المحاضر بتاعة الاجتماعات اللجنة. باين. كذلك المحاضر مش بس احنا بنكتب محضر بنضربه خلاص. لا طبعا انت بتكتب محضر فعلا بينعكس على شغلك. المحضر بيبقى فيه اكشن بيبقى فيه تكلفات بيبقى فيه تاسكات متكلفة وبتسمع في دوكومنت بتسمع في افدنس ان انت فعلا اجتماعت وان انت فعلا اتخذت القرارات دي وممكن يتابعك ويشوف الكلام ده. عندنا الستاندار رقم 3 بتكلم عن كفاءة استخدام الطاقة. كفاءة استخدام الطاقة اهم حاجة فيه ان انت بتبع برنامج لترشيد استهلاك الكهرباء. برنامج لترشيد استهلاك الكهرباء. مطلوب منك بشكل سنو ان انت تقلل 2% من استهلاك الطاقة. احنا الحمد لله في شفاء الارمان مقاللين 20%. طبعا يعني مقاللين 20%. يعني احنا عندنا كمية نتعال جدا. في موضوع الكهرباء. لان احنا بندفع اكتر من مليون جنيه في الشهر. مصاريف كهرباء. كان لازم نقلب. والفلوس دي احنا بنستفيد بها في مصاريف التشغيل في المستشفى عندنا. لان احنا مستشفى المجاني. قائمة على التبرعات. فالمهم انت بتضع برنامج لترشيد استهلاك الكهرباء. البرنامج ده مسلا بيشمل مثلا على سبيل المثال للحصف. وانا يعني احنا في كيس استادي انا نزلتها في جي جي اتش اتش. وخدت بنزلها على صفحيتي على لينكد ان. لان يعني محدش عارف يبقى له اكسس فيها. الا اللي هو عضو في جي جي اتش اتش. لكن انا نزلت البيديف بتاع على صفحيتي على آآ لينكد ان. آآ من ضمن الافكار ان انت ترشد الكهرباء مثلا ان انت تزبط التكيفات على خمسة وعشرين. ما سيبش رموت مع الناس. بتحكم لو انا عندي مثلا فبالتالي بيكون عندك برنامج فانت بتتحكم فيه الكهرباء عندك في المستشفى. ما تخليش حد يعرف يغير من درجة التكيف. على فكرة. انت لو سببتها على خمسة وعشرين يعني الاوتكام حيكون عالي جدا 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 بتاعها. وخد لك انت انا لما بقول لك هنا تقليل الاستهلاك اتنين آآ في المائة بشكل سنوي. انت مش مش هتتحك على وتقارم مسلا استهلاك الصيف بالشتاء. لا طبعا. ما انت في الصيف بتسهلك كهرباء اعلى في الشتاء اكيد كهرباء اقل انت يعني انت بتقلق النصف معظمها بتطفي التكيف في الشتاء. فانت لما بتقارن نفسك بتقارن نفسك آآ بنفس الطقس بنفس الشهر. يعني انا هقول بقارن نفسي عشرين تلاتة وعشرين بعشرين اتنين وعشرين. شهر واحد عشرين تلاتة وعشرين بشهر واحد عشرين اتنين وعشرين. مش هقارن نفسي شهر واحد بشهر خمسة. لا طبعا. انت بتقارن نفسك بنفس اه ما يوازي الشهر ده من السنة السابقة. طيب. فزي ما قلنا ممكن التكيفات ممكن الفوتوسيل مثلا الاضاء الخارجية بتاعت المستشفى بتركب فوتوسيل حاجات رخيصة يعني مش غالية. ان هي الفوتوسيل دي بتتحكم في الانورة الخارجية بتاعت المنشاة ان انت لما الشمس بتشرق الكهرباء بتطفي اوتوماتيك. لما الشمس بتغرب الكهرباء بتشتغل اوتوماتيك. دي فكرة الفوتوسيل. برضو مثلا ام طبعا لو انت يعني ام المستشفى عندك قديمة فشغال باللوماضي العادية النيون والكلام ده او اللوماضي الصفرة لا او وحدة صحية فانت لا خلاص هتركب اضاءة موفرة اللوماضي الموفرة فانت برضو هتفيدك وتساعدك. يعني في افكار بسيطة مسلا على سبيل المثال انا في المنشاة عندي اكتر من تسعونيت لاب توب او يعني جهاز كمبيوتر فاحنا عملنا ايه مثلا? لا احنا عملنا مسلا اه في الاجهزة انها تخش في لو عدى مسلا دقيقتين ومفيش حرك على الجهاز عشان الموظفين بينسوها. اه مسلا بتعمل مسلا في الكهرباء بتاعة المكاتب الادارية الناس همهندسين يعرفوا الحتة دي بتطفي المكاتب الادارية اوتوماتيك. المكاتب الادارية بتطفي اوتوماتيك بعد الساعة خمسة عشان لو في موظف نسي الكهرباء. طيب ده اول الطاقة النظيفة والمتجددة. الطاقة النظيفة والمتجددة زي الشمس دي اسأل حاجة عندنا وفي ناس اللي عندهم رياح بقى ماشي يلا بالرياح. سحنا ما عندناش رياح. فالطاقة الشمسية هو الستاندر هنا بيشترط عليك ان انت تحول خمسة في المية من شغلك من الطاقة بتاعة المستشفى تحولها طاقة نظيفة ومتجددة. هتقعد تقول لي لب انا هجيب طاقة الشمسية بس. ولا طاقة الشمسية ويوبي اسات معها بطاريات طب ما كده التكلفة علي اقول لك لا انا عندي في شيفة مش جايب بطاريات. انا جاست ان انا من غير اي بطاريات هي طاقة شمسية بالنهار وبالليل برجع اشتغل على النورمان. ما فيش مشكلة. طيب. فده موضوع تحول الطاقة النظيفة المتجددة. لاستخدام الامثل للبوارد المائية. هو هنا في البوارد المائية ما اشترطش عليك ترشيد معين. هو اشترط عليك يعني ما اشترطش عليك نسبة معينة من استهلاك المياه. هو اشترط ان انت بتقيس استهلاك الماء في سنة وما تجيش تقولي انا مستشفي حكومي ما عنديش عداد. لا. لأ انا كده بنهزر. لا. انت لابد ان انت يكون عندك عداد فبناء عليه بتقيس الكهراء وبطيس الماء. طيب. اشترض عليك في الستاندر بتاع اا الاستخدام الامثل للموارد المائية ان انت يكون عندك معالجة اا او استخدام لهادر المياه. استخدام الهادر المياه. هتقول لي يعني انا هعمل معالجة مثلا. محطة معالجة صرف صحة. اقول لك لا 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 مش محتاج الكلام ده. اقول لك ابسط شيء ان الشيلرز بتاعت التاكيفات. الشيلرز بتاعت التاكيفات فيها مياه كتير طبعا. فايز كتير. ما تحول الفايز ده وتخليه اشتغل على الزرع مثلا عندك. انت هتستفيد بالمياه دي. ما تحول ما تعمل مثلا لو انت المطيع عندك فيها انطار مثلا. ما تعمل يعني اماكن تجميع للمطر وخليها تروي بها الزرع عندك. استخدمها في الكلام ده. فده الاستخدام الامثل للموارد المائية. مطلوب منك تراشد استهلاكك للمياه. يعني ركب حنفيات زي 6 تشغيل. ركب فلاتر الفلتر الصغير ده ابو 20-30 جنيه ده اللي بتركب في الحنفيات عندك في في المنشآت. ركبه. حيوفر معاك في المياه. الزرع عندك. بلاش الثقافة القديمة ان انت تشتغل بالخرطوم العمال عندك. لا. ازرع يعني اروي الزرع بتاعك بالرش والتنقيد. التكنولوجيا دي هي اللي حتوفر لك من اسهلاك المياه. استخدم نباتات مقومة للجفاف. ما تعودش تستخدم نباتات بتشرب مياه كتير. استخدم نباتات مقومة للجفاف مثلا زي الصبار. طيب. المعيار السيدس عندنا متكلم عن ادارة المواد الكيميائية الخطرة. وده اصلا احنا الستاندرد ده اشتغلنا عليه في الاعتماد. اصلا. واشتغلنا عليه في التسجيل. عندنا ستاندرد بيتكلم عن ادارة المواد الكيميائية الخطرة. فما فيش فرق كبير. انت بس يعني هتراجعه وتتأكد من التزامك دي والفصل الصحيح وعندك الماتيريا سيفتي ده تشييد. والكلام ده. ضيب. ادارة مخلفات الرعاية الصحية. وده يعني يعتبر من اصعب الستاندرد لو حد عايز اه هو والطاقة الشمسية. لان دول اللي فيهم تكلفة. ادارة مخلفات الرعاية الصحية هو الستاندرد بيقولك ان يتم معالجة النفايات الطبية الخطرة بالفرم والتعقيم. مش بالحرق والترميد زمان. لأ بطلنا خلاص بقى ما انت هتحرق النفايات. يبقى انت هينتج على الكلام ده بعثات كاربونية عالية جدا. فانت لا احنا عايزينا بالفرم والتعقيم. بس هو هنا يعني الاستاندرد هو قالك معالجة النفايات الطبية الخطرة بالفرم والتعقيم. هل اشترط عليك ان يكون عندك في المنشأة نفسها مكينة او جهاز للفرم والتعقيم. ولا ينفع اكون متعاقد مع مكان عنده الجهاز بتاع الفرم والتعقيم ودي له النفايات الطبية الخطرة بتاعتين. حتة مش واضحة لسه. انا عن نفسي انا في شفاك كده كده عندي جهاز فرم متعاقدين. بس فعلا لو احنا عايزين نشجع الناس ان هي آآ تدخل على معايير الجريم. يعني محتاجين توضيح في موضوع آآ ان هل لابد ان يكون عندي الجهاز. المعيار مش طردش ان يكون جوه المنشأة عندك في جهاز. بس برضو ومش واضحة بالقوة دي. طبعا عندك الجهاز لابد ان يكون معموله اختبارات الصمية والعقامة انت بتاخد ناتج الفرم وبتعمل له اختبار اه بتباعاته يعني الجهات سردبارتي بيعمل له اختبار صمية واختبار اه اعقامة المخلفات لناتج الفرم. احنا عندنا في شفا يعني كمان عاملين حاجة تمائزنا فيها محدش يعني يعني عزونا فيش مستشفى عاملها هي فكرة ان ناتج الفرم كمان متعقدين مع مصنع اسمنت بيشتريه مننا وياخده ويستخدمه كوقود كبديل للوقود الحفولي. وطبعا الميديكال ويست غاني. غاني ان هو يعني بيعلي درجة حرارة النهار بسرعة الميديكال ويست. طيب الستاندرد اللي بعد كده الستاندرد رقم تماني بتكلم عن سلامة وصحة الغذاء. واحنا عندنا من الاول في معايير الاعتماد عندنا الستاندرد بيكلم عن فوت سيفتي. فاحنا مش بعد اوي ان احنا نطبق المعيار اللي دخل اعتماد. سلامة وصحة الغذاء يمكن اصعب حتة فيها ان انت بيقول لك بقايا الطعام. بقايا فضلات الطعام بتاعة الطبخ في المطبق او المرضى. ازاي بنستثمرها. فهو الفكرة انه بيقول بيتم استخدامك كسامة بعضوي. احنا تعاملنا مع الموضوع طبعا يعني صعب بقايا الفضلات قليلة. فعملت ايه? اول حاجة عندنا ان احنا بنقول ان احنا عندنا تخطيط جيد من البداية للطعام لوجبات المرضى عندنا. انا عندي تخطيط من الاول تخطيط سليم. بمعنى ان انا بحدد الكمية الصحيحة اللي محتاجها المريض. لا افراط ولا تفريد. يعني مش هعبيله الطبق كبير ولا ولا السرفيس بتاعه عبوله كبير ومش عارفه الاكل يزيد زي شغل الامم بروفق. لا. انا لا افراط ولا تفريد. بحدد القدر المناسب اللي محتاجه فعلا المريض من الغذاء. طبعا برضو في المعيار هنا صح? عشان منساش بيشترط ان انت الاماكل اللي بتجيب منها الطعام لابد ان هي تكون مسجلة في هيئة الغذاء المصرية. الهاية قومية لسلامة الغذاء. لابد ان هي تكون مسجلة. وده طدش اكيد يعني. انت مش معقولة حتدخل عندك منتجات من شركات مش مسجلة اصلا في الهاية قومية لسلامة الغذاء. طيب. عندي لسه فاضل عندي مشكلة الاكل اللي بزيد برضو ما هو برضو اكيد في اكل بزيد. فاحنا تعقدنا مع متعهد بياخد مننا بقايا الطعام ويستخدمها كعلف للحيوانات. عندي مزارع. فالناس عندهم مزارع فخلاص. عندهم مزارع فراخ. عندهم مزارع ماشية. بياخدوا مننا بقايا الطعام. وهم بيكونوا بيستخدامها في العلف يعني. طيب. المعيار التاسع بيتكلم عن سياسات الشراء الخضراء والاخلاقية. ويعني هو معيار يعني بنقول عليه ايه? مجعلص. مجعلص شوية. المصطلح نحن. المعيار ده هو بيقولك ان انت تحاول لما تشتري اجهزة طبية في المستشفى تحاول تكون يعني زي فكرة التكيف الموفر للكهرباء. فانت تحاول تجيب حاجات آآ خضرة واخلاقية. فانا لما هشتري تكيف عندي ايه? حاول اجيب التكيف الا اقل الايمبعاثات. اللي بيستاهل الكهرباء ااقل. لما اشتري جهاز طبي احاول اجيب الجهاز مثلا اللينيار مثلا اللي بيستخدم الاقل قدر من المية عشان اوفر آآ في المية احاول ان انا اشتري من المنتج المحلي اللي عندي مثلا انا من لواس الله عندي فلواس احسن من انا اروح اجيب من القاهرة. طب ليه عشان انا ك piedslic اجيب من القاهرة طبعا لو نفس الكافاة بتاع الوصل بتاع القاهرة يعني. لو انا هجيب من القاهرة الحاجة دي هتتشحن وحتحرق بنزين وحتطلع لانبعثات كربونية وحندر البيئة وكأنك يوزي المغزين. فدي الفكرة. فانت بتتعامل مع شركات بتراعي البعد الاخلاقي في آآ في البيئة. يعني مسلا لما آآ تشتري منتجات من شركات حاول تشتري منتجات من شركات واخدنا مسلا ايزو اربعة الف واحد. اللي هو بتاع آآ البيئة. سلامة البيئة. مسلا حاول يعني تشتري من شركات فعلا بتصاب بورت يعني زي سيمينز مسلا بتفند اصلا مشاريع في الجرين. فانت بتشتري من ناس مهتمة اصلا بمعايير الخضراء اصلا عموما وعندهم اخلاقيات. خلاص لما تشتري منتجات تحاول ان المنتجات المهم ما تكونش ايه ضرعوا على البيئة بقدر استطاع. يعني موسير المياه مسلا مش عارف البولي ولا ولا تشتري الحديد ولا مش عارف ايه تشتري الحياة الافضل. الدهانات مسلا يعني مسلا معيير العشر هنا المنشآت الخضراء المستدامة. انت مسلا تراعي زي ما قلنا في البداية ان يكون عندك اضاءة طبيعية مسلا في تصميمات البنائية. طب انا بنيت خلاص منشآة مبنية خلاص خلاص ماشي مش مشكلة. بس احنا بنتكلم في اي توسعات مستقبلية. يكون عندك موافقات بيئية سريعة للتوسعات المستقبلية وكلام ده كل حاجات بتطلع من وزارة البيئة يعني. اه مثلا الدهانات. فلسا هاي يقولك ان انت تستخدم دهانات صديقة للبيئة. يعني احنا نصص شعب المصري كان او يعني عنده امراض كتيرة ليه زمان عشان الرصاص كان بيستخدموه في الدهانات في البوية بتاعة الدهانات. فالفكرة في ايه? لا احنا نجيب دهانات تكون صديقة للبيئة. فاحنا بروح انا يعني على سبيل المسان انا شركة من الشركات اللي كانت عندنا في الدهانات. انا جبت الشهادات بتاعتها لما دخلت على الوبصائد بتاعهم يا شركة انترناشنة. لقيت ان هم من واخدين شهادات وعندهم بتقول ان هم من بيستخدموا مواد امنة صديقة للبيئة في الدهانات. فدي حاجة كويسة. فالفكرة منشئات خضراء مستدامة ان انت مثلا برضو تزرع سطح المستشفى. هتقعد تقولي انا زراعه ازاي انا هعمله وماش تلع يعني يعني نزل وتناسب. يعني مثلا بتجيب يعني انا عندي مثلا جبنا صبار اصلي صبار كتير ومش عارف يعني كان فيه تعاون مجتمعي ما بيننا وما بين المحافظة وما بين اماكن تانية. فجبنا صبار وزرعنا فوق سطح المستشفى وعملنا توصيلات لريو بطريقة امنة. طيب برضو في حتة نسيتها يمكن في البداية في موضوع القيادة الفعالة ان انت بيكون عندك توعية. الستاندر بيشترك عليك توعية للمجتمع. توعية للمجتمع. فانت مثلا انت انا كمستشفى او رام اصلا بعمل قوافل توعية اصلا. بالسرطان السادي وبروح السيدات وبروح المناظر والكلام ده كله يعني اماكن تجمعات العائلات والفنادي والكلام ده. فالفكرة خلاص انا هيستغلي نفس الانيشيتيف والتيم وحيطلع معهم تيم عندي هيعمل توعية بالبيئة الخضراء المستدامة. مش المستشفى هامل توعية بالبيئة الخضراء المستدامة. وبرضو الستاندرز عندنا في سلام صحة الغزاء بيشترك برضو ان احنا نعمل توعية بصحة وسلامة الغزاء. فبرضو عملنا وروحنا عملنا توعية للمجتمع وزيارات طبعا بيشترك اكيد يعني زي وزي اي معايير في الجهار بتشترك تدريب العاملين على نقاط معينة. فبرضو لازم احنا بندرب العاملين عندنا على المعايير الخضراء المستدامة. طيب. يمكن من من اللي طايف. يعني احنا قلنا دلوقتي جي جي اتش اتش. وقلنا جهار. انت عايز تبقى جرين. انت ابقى جرين حتى في اي حاجة. مش لازم تدور على الشهادة ولازم تبقى واخد الشهادة. حاول تبقى جرين في اي حاجة تقدر تعملها تساهم بها في حماية البيئة. تقلل فيها من فانا قلت لك اهو اتنين ريفرنز افتحهم ويقرأ فيهم وحيدوك افكار كتير اتطبق عندها. بعد من ضمن الريفرنز الستانابل هيلس كير اه سرتيفكيشن يعني دي يعني بالصدفة في مؤتمر اليو اي سي سي اه في امريكا اللي هو اليدر اه كانسر ساميت كان اه في لونك بيتش فكانت ست المسكة البرنامج ده في جي سي اي كانت موجودة. وعملت بريزنتيشن عن الموضوع ده وخدت صور حتى من سلايدز بتاعتها صورتها بالمباية اللي عندي وكلمتها. بس هو عيه بالشهادة دي? يعني ايه? جي سي اي عملت شهادة للجرين. تخيلوا كده? بس عبا ان هي الامريكا بس. يعني اه زي ما انتم شايفين هنا اه لامريكا بس. بس اه او او اي مؤسسة بتدار تحت ادارة امريكية. يعني اه لو مثلا اه اه مستشفى تابعة للقوات الامريكية مثلا مثلا في العراق مثلا او في ايا ايا كان البلد ينفع. تمام? لكن اه لكن هو الاسف مش انترنشن حتى الان. ف اه شروطه سهلة حتى بيقولك ان انت بس تقيس اه لبصمة الكربونية وتعمل شوية تحسينات ومش عارفية وحنيجي نزورك ونقودت عليك ونديك الشهادة. هم من عايزين يشجعوا الناس باي طريقة على ان هم من يكون عندهم تحول للجريم. طيب اخر حاجة في موضوع الجريم ده موضوع اه حساب البصمة الكربونية. البصمة الكربونية الخلاصة بتاعتها هو الموضوع مش معقد ولا صعب ولا اي حاجة. احنا عندنا حاجة اسمها اه سكوب وان سكوب تو سكوب سري. يعني يعني عندي حرق بيحصل والحرق ده اللي بيحصل يعني للوقود الحفول بيحصل حرق. ولما بيحصل ده بيحصل عندي انبعثات كربونية. فانا عايزة احسب الانبعثات الكربونية دي قد ايه. فاحنا بنقول عندنا حاجة اسمها سكوب وان يعني الحرق اللي بيحصل داخل المنشآة. داخل المستشفى. بتحسب النطاق الاول عن طريق اه حسابك للحرق اللي بيحصل داخل المنشآة. زي ايه? انت بيبقى عندك المولد بتاع الكهرباء. ده بيشتغل بيت بيزل. فيبقى انت هتحسب عندك في السنة دي استهلكت كام لتري ديزل. احسب بس الاول استهلك كام لتري ايه? سولر. طيب. الغلاية بتاعت المية السخنة البولر بتستخدم فيها برضو. آآ سولر. فدي برضو بتحسب مسلا استهلكت كام لتر. فده حرق داخل المنشآة عند الغاز. سواء كان غاز طبيعي او انبيب متجاز عندك في المطبخ. بتحسب كام آآ لتر او كام سطوان اي ان كان الحزبة يعني استهلكتها. خلاص انا بحسب حتى الان الاستهلاك بس. خلاص. عربيات المستشفى. عربيات المستشفى. اللي هي ملك المستشفى. دي برضو بتحسبها. انت المتسبب بشكل رئيسي داخل المنشآة بتاعتك في الاحتراق ده. طيب. برضو في آآ ادوية آآ تخدير او ادوية بيستم استخدامة تخدير في الاستنشاء. يعني برضو لها بصمة كربونية في نوعين او تلاتة من الادوية. برضو نفس الفكرة بتحصره متحصر استهلاك. خلاص. انا عرفت دلوقتي استهلكت كمية بس قد ايه فلسكوب وات. طيب سكوب تو ده معناه ايه? الكهربا اللي انت بتشتريها. بس مش جر كده. دلوقتي عندنا في مصر يعني. الكهربا اللي انت بتشريها. بتحسب انت السنة دي اشتريت كام كيلوات كهربا. من شركة الكهربا. الفواتير بتاعتك بتجمعها. ادي كده انت ايه? حسب سكوب تو. بس لسه انا مولتلكش البصمة الكربونية بتاعته كان. يبقى سكوب وان. العمليات الاحتراق اللي بتتم داخل المنشأة. برضو مثلا الفريوم بتاع التكيفات. التسريب بتاع الفريوم بتحسبه عندك مثلا. انت بتحسب بقدر استطاعك. في حياة صعبة جدا. انت عرف تحسبها. ما انت مكنتش عامل حسابك اصلا. يعني انت تحتفظ بالداتة دي اصلا. زمان. فانت ممكن يكون صعب ان انت تحسبها. اه اسكوب تو قلنا خلاص الكهرباء اللي انا باشتريها. طيب اللي هي بدفع فطورتها. وبحسب الفواتير بتاعي. اسكوب سيدي ده ده عمليات الحرق اللي انت ما كنتش سبب رئيسي فيها بس هي اتعملت عشانك. من الاخر كده يعني ايه? يعني الشركة اللي جايبها لك اه شركة الطيران مسلا. لأ انا مسلا في الوصف في السيشين ديجوا من القاهرة. هحسب السيشين دولة يوم كم رحلة والرحلة كلفت ادي ايه بنزين نسبتهم مما وزحها على العاملين دولة. فانا انا حرقت غازة هو سواء في طيران سواء في قطر سواء في عربية جايين فيها. انا كنت سبب فيها. عربيات الموظفين بتاعة المستشفى بحسب البنزين اللي استهلكه ادي ايه. طبعا دي حزبة معقدة جدا سكوب سري. لكن هو المعيار بيقولك سكوب وان وسكوب تو ان امكان كمان. يعني الستاندر بتاع جهار في البصمة الكارئونية بيقولك سكوب وان وسكوب تو. ودولة سهلين. سكوب سري صعب. يعني مسلا برضو المنتجات اللي انت بتشتريها. بتحسب شركات اللي بتورد لك مستلزمات او بتورد لك قدوية. اي سبلايز يعني. اي سبلايز. بتحسب والله يستهلك ادي ايه بنزين في النقلة دي اللي جاهلك. لو جاهلك مخصوص من القاهرة مسلا. طبعا هي زي ما بتقولك حزبة اه معقدة. اه بس انا بفهمكو يعني. طيب خلاص. انا حسبت استهلكت قد ايه. فاضل ايه. فاضل اعرف ان اللي استهلكته ده يوازي قد ايه انبعثات كاربونية. يوازي قد ايه انبعثات كاربونية. فبيبقى عندنا فاكتور بيتضرب فيه. فبيقولك الفاكتور ده مثلا كيلو الكهربا. مثلا اين كان الرقم مثلا يساوي اثنين كيلو من بعثات الكربونية. فتقعد تشوف والله انت استهلكت كم كيلو كهربا وتضربهم في الفاكتور ده. فيقولك انت السنة دي عملت مثلا الف طن انبعثات كاربونية بس كهربا. انت بتحسب البصمة الكربونية المنشأة بتاعتك. يقولك مثلا انت السنة دي انا مثلا السنة دي استهلك الف لتر سولر. فاقول مثلا ان اللتر مثلا مثلا يعني ايه. يساوي مثلا خمسة خمسة كيلو مثلا من الانبعثات. فاضرب الالف لتر في الخمسة كيلو وديتني مثلا ايه. خمسة خمس تلاف طن انبعثات آآ كربونية مسلا. مسلا ايا كان يعني. فدي فكرتها. انا بيبقى فيه فاكتور. طب الفاكتور ده بجيبهم فين كتيرة. يعني مثلا في الكهربا مسلا وزارة الطاقة بتعمل نشرة شهرية بتقولك ان الفاكتور السنة دي بتاع الشهر ده. آآ كيلو الكهربا يوازي قد ايه انبعثات كربونية الشهر ده بيحسبه لك بالشهر. بالشهر. خلاص? فيه بساطة بسمه دي كربون يعني برضو بتدخل انت فيه الاراة دي هو بيحسب لك آآ الحزبة بس عيبه يعني انت مش بتعرف تفالد. يعني هو حسب لك هو اصلا مش كاتب لك الفاكتورز اللي دارف فيها كاب. بيقول لك دخل لارااتك وقول دولتك ايه? على اساس يعني برضو ان الدولة كمان ممكن يكون لها فاكتور يعني. بس احنا في مصر بنمشي طريقة ايه آآ مبساطة. وبعدين الفاكتورز يعني هتلقى جايد من جايد جايد لينز من جايد لينز يعني هي فرق واحد من عشر مش عارف ايه? كلام بسيط يعني. بس المهم ان انت تمشي في الخطوة دي ان انت تحسب البصمة الكربونية. الجي جي اتش اتش برضو عندهم شيط اكسيل بتعملوا ده ولود من عندهم من العلوب صايت وتدخل فيه الاراة بتاعتك. انت استهلك تقديه سولر مش عارف انت استهلك تقديه من الادوية بتاعت التخدير اللي هما انت لك انواع بتوع التخدير دولة اللي هم يعني يعني بيانتج عنهم انبعثات الكربونية وتروح تحسبوا يقولك اهو بس خلاص. حسبت انا السنة دي قد ايه انبعثات الكربونية? حاجة السنة جاية برضو احسابه واشوف. انا وفرت فعلا في الانبعثات الكربونية ولا الدنيا زادت معاها. طيب. اخر حاجة عندنا يعني كيس استادز يعني احنا مثلا عندنا في شفا لورمان الحمد لله. الليلة من الكهرابة عندنا عشرين في المية بشكل سنوي. عشرين في المية بشكل سنوي. عشرين في دي وفرت عندنا مليون وثمينمائة الف جنيه سنويا في مصاريف التشغيل. كنت بتفحل زي ما في الكهرباء. وفرت عندي متين حوالي خمسة وستين طن تقريبا. من اللا وفرت ستمية. ستمية وكسر كده طن من الامبعاثات الكربونية. لما قال الامبعاثات الكربونية السنة الفاتت بالسنة دي. كذلك مثلا في الطاقة النظيفة المتددة. انا عندي خمسة عشر في المية. من طاقة المستشفى حولتها طاقة اه شمسية. الخمسة عشر في المية دي بتوفر لي سنويا مليون ومتين الف جنيه. اهو ادي توفير فلوس. طيب في البصمة الكربونية بتوفر لي سنويا خمسة ومية واثنين طن من الامبعاثات الكربونية. طبعا في المية موفر تسعة عشر في المية في معالجة النفايات الطبية الخطرة. انا في السنة الوحدة بوفر يعني انا مثلا اشتريت المفرومة عندي خمسة مليون ونصف. بس وقتها يعني اكيد رفع كتير دلوقتي. الطن استهلكت قدية كيلو. كيلو اصلا نفايات الطبية الخطرة بعشرين جنيه حاليا في وزارة الصحة. فتخيل انا مثلا في المستشفى في السنة مثلا طلع عندي متين طن. متين طن لما اضربها في عشرين جنيه دخلت معي الحزب في اربعة مليون مثلا. فانا وفرت انا المفرومة دي جبت تماما في سنتين ونصف. فانا علجت البيئة ان انا بطلت محرقة وابعتها للمحرقة وتحرق النفايات بتاعتي. وفي نفس الوقت وفرت فلوس وعندي استدامة داخل المنشأة بتاعتي. طبعا ماننا حاملات توعية للمجتمع. آآ قاللنا اكيد البصمة الكربونية عن طريق موضوع المياه. عن طريق موضوع الكهرباء وموضوع خلايا الطاقة الشمسية. وموضوع معالجة النفايات الطبية الخطرة. برضو الكيميكالز عندي يعني يعني في الستاندر دايما نقولك ايه. احصر الكيميكالز عالية الخطورة. واعمل لها استبدال بمواد بمواد امانة. مثلا زي زي مثلا الزايلين مثلا استبدلنا مادة امنا الامالجم بتاع الاسنان استبدلنا مثلا بالكمبوزت مثلا حاجة امنا بدل الزايلة اللي كان فيه زمان. طبعا آآ زي ما قلتلكو برضو في موضوع الغذاء انا متعاقد مع ناس بياخدوا مني فضلات الطعام برضو آآ عربيات المستشفى حول جهاز طبيعي. فده اوفر ليه? واوفر فيه البيئة يمكن لسه ما حسبناشي آآ البصمة الكربونية بتاعتها وصلت ليه العربيات? طبعا فيه كسز آآ كتير آآ ناجحة برا مصر آآ فيه موضوع المستشفى الخضراء مثلا في آآ كالو الولايات المتحدة الناس قدروا انهم ما يقللوا ستة عشر في المية من الكهرباء. وانهم ما آآ آآ قاللوا مثلا خمسين في المية من المية. كسز آآ دي دي موجودة كتير عن نت. انت ممكن بتقرأ بس وتشوف الناس دي عملت ايه عشان توصل لآآ المرحلة دي. في المنبي طبعا الهند عندهم آآ شغل كتير عاملينه في موضوع الطاقة النظيفة. انا كده يعني خلصت. وآآ شكرا لتواجد حضراتكم وانا تحت امركم في اي سؤال. عفو يا فاني وانا اتشرفت بحضراتكم. ليه اي اي حد من الزمل عنده اي سؤال آآ قبل من اقفل الزوم. ده لي يا دكتورة هودا. سلام عليكم. عليكم السلام واركات. آآ آآ شكرا لحضرتك يا دكتور جدا على المحاضرة المفيدة دي ومعلومات قيمة وجديدة. مبينة يا بارك في حضرتك كيف عمي. الله يكلم. آآ انا كنت بس عايزة اسأل هو فيه جهة معينة هي اللي بتعمل آآ بتقيس الانبعاثات البيئية دي. يعني مثلا انا بخاطب وزارة البيئة ولا بروح فين? لا. احنا بنقول فيه كرسات بتبقى معدات. اللي هو آآ شغل الفاسيليتي بقى الناس بتوع السلام والصحة المنية. اللي هو مسلا يقسلك جودة الهواء. يقسلك شدة الصوت. دول ناس بيبقوا معاهم معدات وناس بتيجي من شركات من بره. آآ بيقسلك الحاجات دي. والغازات مش عارف النسابها في الجو والكلام ده كله. دي قص. لكن البصمة الكربونية انت مش محتاج فيها شركة. هو فيه شركات بتسهالك. قصية مجرد حسابات. هو بيقولك. قل لي انت استهالك تأدي ايه السنة دي. آآ سولار في المنشاعة عندك. استهالك تأدي ايه كهربة. هو بياخد منك الرقم ده. وبيضربه في معادلة. في فاكتور. ويقولك آآ والله انت السنة دي استهالك تأدي. عملت مبعثات الف طن. لكن ما فيش معدة بتقيس الكلام نافع. نتمنى اللي جابة تكون واضحة. شكرا لحضرتك هدو. عافظة. حد تاني سؤال والخلاص كده. انا شايف. اه دفنوا خيري جماعة على على الحضور. وشكرا لحضرتك.